حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعدي بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أمير عشرة إلا آتا لها عز وجل مغلولا يوم القيامة لا يطلقه إلا العدل وما من أحد يتعلم القرآن ثم نسيه إلا لقيا لها عز وجل أجذما حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن عمري بن شرحبي لابن سعدي بن عبادة عن أبيه عن جده عن سعدي بن عبادة فأن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير قال فيه خمس خلال فيه خلق آدم وفيه هبط آدم وفيه توفي آدم وفيه ساعة لا يسأل لها عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة لحمين وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة قدثنا هاشم أخبرنا المبارك عن الحسن عن سعدي بن عبادة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دلني على صدقة قال اسق الماء حسنى حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعدي بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال فتلك سقاية آل سعد بالمدينة حسنى أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن ربعة بن أبي عبد الرحمني عن اسمعيل بن عمر بن قيسي بن سعدي بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتوب أوي في كتاب سعدي بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حسنى أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن سعدي بن المسيب عن سعدي بن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قال له قم على صدقة بني فلاء وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة قال يا رسول الله أظرفها عني فصرفها عنه حسنى يونس حدثنا حمد يعني ابن زيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن رجل رده إلى سعيد الصرافي عن اسحاق بن سعدي بن عبادة عن أبيه سعدي بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحيا من الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق حسنى خلف بن الوليد حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعدي بن عبادة قال سمعت غير مرة ولا مرتين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلول لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل وما من رجل قرأ القرآن فنسياه إلا لقيا لها يوم يلقاه وهو أجذم حسنى حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسنى يحدث عن سعدي بن عبادة أن أمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه ماتت فأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال فتلك سقاية آل سعد بالمدينة قال شعبة فقلت القتادة من يقول تلك سقاية آل سعد قال الحسن حسنى عفان حدثنا سليمان بن كثير أبو داود عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن سعدي بن عبادة أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أم ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها قال أعتق عن أمك حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي شميل تحدثني رجل عن سعيد الصراف أو هو سعيد الصراف عن إسحاق بن سعدي بن عبادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نيفق قال عفان وقد حدثنا به مرة وليس فيه شك أم الله علي أولا على الصحة ترجمة نانسي قنقر